عدنا صورة من خرائط جوجل للهارثة للطريق السريع الرابط بين بصر عمارة شوف هاي الصورة اللي انعرضت هاي مدارس 17 مدرسة على الطريق السريع وعلى جانب واحد فقط 16 مدرسة وعلى الجانب الثاني مدرسة وحدة مدرسة شهداء الجراحي مدرسة الضاد مدرسة الهارثة مدرسة الرثيل مدرسة السيف الحاق مجمع مدارس سبل الرشاد ثانوية الرجال للبنات التصميم الإرادة الطموح مدرسة ماريا مدرسة طيبة مدرسة الهارثة هذان 17 مدرسة على طريق يمتد من الهارثة إلى شمال البصرة خلي نقول زين 17 مدرسة حاطيهم كلهن على طريق السريع ومن جهة وحدة هنانا التخطيط هاي السنين كل هاللي مرت من هالمن المعقول أن تفوتهم مثل هاي كارثة موجودة بكل دول العالم دول العالم الثالث ما يخلون 17 مدرسة على طريق سريع بدون جسر مشات وحتى إذا وجد جسر مشات فالمدارس ما تنحط على الطريق السريع لأنه تحسبا لمرور تريلات طريق دولي سريع وجاي من الميناء تريلات 24 ساعة محملة رايحة وجاية فبالتالي أي حادث ينزل على مدرسة يفلشها ويدخل على الطلاب وين التخطيط أنه تخلي هاي المدارس على الشارع وين المحافظ من يعني أنا سمعت أحد أهالي الضحايا يلوم المحافظ يقول يقول فقط حاطين إيديهم على مركز البصرة وباقي المناطق كلها لحد الآن على حطتها من 30 للأسف في هذا الواقع يعني الاهتمام حتى بقية المحافظات الاهتمام بالمركز المدينة ويعوفون الأقضية والأطراف يعني وكأنه ما موجودة دائما يركزون على مركز المدينة وعلى الشوء الإعلامي الموجود يعني بكل المؤسسات هاي الموجودة ترجمة نانسي قنقر